نكمل كلام عن دوري أبطال أوروبا مبارح يمكن شوفنا احتفالية تشامبيونز ليج اللي كانت حلوة قوي كلنا كنا متابعينها وأخيرا باب جارديولا نجح في الحصول على دوري أبطال أوروبا مع منشوستر سيتي لأول مرة بعد الفوز 1-0 على أنتر ميلان في النهائي في إسطنبول عشان كده يكون حقق الثلاثية السنة بعد ما توج بالدوري الإنجليزي الممتاز وكسل التحدي الإنجليزي ودوري الأبطال صحيح يعني خلينا نتكلم برضو النهاردة عندنا موعد مهم جدا في نهائي آخر بيهمنا كمصريين النهاردة عندنا لقاء الأهل المصري والوداد المغربي في نهائي أبطال أفريقية هنتكلم عن الشقين الشق الأوروبي والشق الأفريقي تفاصيل هنتكلم فيها مع الأستاذ صبري سراج الناقد الرياضي اللي منورنا النهاردة في استوديو صباح الخير صباح الخير يا أساسا صباح الخير أهلا بيتي خاند يعني الناس كلها كانت يمكن بتتكلم عن يعني سيتي في البطولة دي وهالند وكل تقريبا يعني اللعيبة اللي بيعابوا لكن انت شفت الفوز ازاي برحة المباراة كانت خطيرة يعني وناس كتيرة كانت مستنياها فشفت المباراة من ازاي ناس كانت تسنى السكاكين لجوارديولة جدا يعني هو مباراة أثبت المقولة اللي بتقول حاتمية الساعي يعني قدر ان هو يحقق البطولة أخيرا يعني يحقق بعد سنين طويلة بيحاول سنة بعد سنة سواء مع مانشستر سيتي أو قبلها مع برنميونخ ان هو يحقق البطولة وكانت عصية عليه الحقيقة والكلام اللي كان بيتقال كتير عن انه يقدر ان هو بيجيب لعيبة كتير بمبالغ كتير جدا وبيصرف كتير جدا وفي الآخر بيفشل ان هو يحقق البطولة رغم ان هو من الناس اللي جددت في كرة القدم يعني لو نقدر نقول ان هو واحد من أهم 3-4 مدربين في تاريخ الكرة أصلا ما كانش محتاج الحقيقة ان هو مباراة يفوز على الأقل بالنسبة لي عشان يثبت ان هو مدرب عظيم لكن الفوز بتاع امباراة وتحقيق البطولة ده كان منظر مبهج جدا للناس اللي بتحب جوارديولا وبتحب الكرة عموما الماتش يمكن ما كانش بالشكل اللي راحت كان مستنيه السيتي ما لعبش أحسن كرة لعبها السنة دي يقدم مستويات طول الموسم أعلى من كده بكتير في حين ان الانتر اللي هو كان داخل بدون ضغوط تماما لان الضغوط كلها كانت واقع عن ناحية تانية على جوارديولا وعلى السيتي بالصرف الكتير اللي بيصرفوه باسم جوارديولا الكبير ان هما اللي لازم يحققوا البطولة في حين انتر اللي جاي من بعيد غير متوج باللقب الدوري الإيطالي الموسم بتاعه كان عادي في إيطاليا إيطاليا أصلا بعيد عن منصات تدويج الأوروبية بقالها في الشامبينز يعني بقالها كتير فهم بداخلين بلا ضغوط فكان الضغط كله على السيتي وده كان واضح من أول دقيقة في الماتش من تعامل اللعيبة في الملعب والجهاز الفني على المقاعد البودلاء كان فيه حالة توتر كبيرة واضحة طول المباراة لكن قدروا يحققوا الفوز يعني نقدر نقول الفوز بتاع المبارح ده كان عن مجمل الأعمال هما عملوا سيزون مميز جدا جدا مبارح ما كانوش أحسن حاجة إنما إجمالا هما كانوا يستحقوا الفوز رغم الفوز على وقت كتير جدا في المباراة كان بيبان على جوارديولا حالة من التوتر تقدر إزاي توصصها هتقدر تقول إزاي هل دي أسرت بالإيجاب ولا بالسلب على لعبتك إزاي تقيمها يعني هو زي ما قلت حضرتك الموضوع كله كان إن جوارديولا بقاله سنين بيهاجم إنه بيصرف كتير جدا وإنه أكتر فريق بيصرف في العالم ورغم أن ده مش حقيقي الساتي مش أكتر فريق بيصرف في العالم وحتى هي ما هيش سبة يعني أو هي تهمة إنه هو بيصرف كتير فريق بيصرف أكتر من كده كتير في السنين اللي فاتت وفي الآخر ما قدرش حق الجوارديولا كان عليه ضغوط كتير جماهر هي ما أعتقدش أن هي من الإدارة أبدا بالعكس الإدارة كانت مسامدة لي تماما والمشروع ومشروع من رأي العام للصحف الإنجليزية من الصحف عموما حتى مش الإنجليزية للرأي العام عموما كان متحفز ضد جوارديولا جدا في السنين اللي فاتت قياسا بأنه السمعة الكبيرة اللي هو حققها مع برشلونة اللي هو في 2009 كان بيقدم أفضل كرة في العالم كله بيحسبوا على المنطقة دي وبعدين بدأت ناس تقول أن اللعيبة هي اللي صنعته ميسي هو اللي صنعه تشافي هو اللي صنعه إنيستا هو اللي صنعه يروح بعد كده بيرنم يونيخ فيتقال أن لعيبة بيرنم يونيخ هم اللي صنعه في حين أنه هو مثلا في تجربة السيتي وقبلها حتى في تجربة برشلونة هو رايح على نادي ما كانش فيه يعني تحديدا في السيتي ما كانش فيه أسامي كبيرة يعني حتى لو نبص على الفرقة سواء نكحين دايما كده يعني يقول الشجر المصمر دايما هو اللي بيقذفته يعني دايما هو السؤال لا هي الصحف البريطانية يعني طف آه هي كمان صعبة قوي وهم الإنجليز كمان عندهم كل فترة كده فريق معين هو ده يعني فاكرة مثلا زمان شوية كان مانشستر ينايتد بعد كده شفنا الفترة اللي فتت كان ليفر بول بعدين دلوقتي مان سيتي فا وانتري ميلان شفت ازاي التغيرات اللي بتحصل دي في النوادي الإنجليزية ان كل شوية فيه نادي كده ايه هو اللي بيطفو على السطح زي ما بيقول هو طبعا السنين اللي فتت هو مانشستر سيتي يعني حتى هو بعد تجربة برشلونة لما مشي من برشلونة الناس قادت تقول خلاص مش هتلاقي نادي لو أول كمان ما راح تدوري الإنجليزي تحديدا نتقل له مش هتلاقي الدوري اللي فيه غرناطا وفيه اسبانيول وفيه الأندية الصغيرة الدوري الإنجليزي موضوع تاني هو راح الدوري الإنجليزي ألبه دوري أسباني يعني آخر عشر سنين واخد ثمانية دوري سبعة منهم هو جوارديولاف آخر ثمان سنين اللي هو الثمان سنين خسر مرة مع تشيلسي قدام تشيلسي ومرة قدام ليفر بول وسبع مواسم أو ست مواسم تانية فهو ألبه فعلا دوري أسباني زي ما كان أو زي ما كانوا بيقولوله أنت الدوري الأسباني سهل فهو ألب الدوري الإنجليزي سهل إنما اللي بقيت عصية عليه هي التشامبينز ليج وفي الآخر قدر أنه هو يحققها اللي كان بيستفزيني جدا الكلام عن جوارديولاف بأنه اللعيبة هي اللي صناعيته تجربة منشستر سيتي تجربة واضحة جدا هو مين في فريق منشستر سيتي اللعب من برح كان نجم قبل ما يروح منشستر سيتي باستثناء هالند وباستثناء رياض محرز اللي هو مشاركش مبارح باقي اللعيبة هي من صنع جوارديولا اللعيبة ما كانتش أسامي معروفة كلها جاية من دوريات أدنى شوية أو فرق أقل شوية وهو اللي صنع نجميتهم بما فيهم كيفين دي بروين اللي هو كان ماشي من تشيلسي مع محمد صلاح لو تفتكري عشان ما كانوش على النسق بتاعة تشيلسي وما كانوش على القدرة أنهم قدروا يلعبوا في تشيلسي بقوته وفي الوقت ده ورحوا أخذوا تجارب في أن ده أقل سواء في الدور الإيطالي أو في الدور الألماني بالنسبة لدي بروين بعد كده لما بدأ جوارديولا ينقل اللعيبة اللي هو عايزها قدر يصنع تيم بقى كل ونجوم بقى أهم لعيبة في العالم إحنا السنة دي هنشوف منافسة في أحسن لعب في العالم ما بين اتنين من لعبة منشستر سيتي يعني هم أبرز اتنين دلوقتي الناس كلها بتتكلم هيبقى هالند ولا هيبقى دي بروين من اللي هيفوز بالتبسطة أو البالندور طب خلينا برضو يعني ما نتكلمش بس على المان سيتي الانتر ميلان يعني انباريح قدم مبارك فيه حقيقي ما نقدرش ننكرها وكان قريب جدا من التعادل مع سيتي صحيح أريت إزاي خطط انتر ميلان هل هو فعلا كان قريب من الفوز ولكن لم يوفق في هذا الأمر بشكل عام تقييمك للمباراة ما بين الجانبين كان قريب جدا كان قريب جدا وأضاع يعني أنا بشوف النجم الماتش مبارح كان أدرسن حارس من شيرسا سيتي تصدل خمس كرات منهم والنتيجة صفر صفر وآخر عشر دقيقة تصدل أكتر من كرة ولكن السيتي متقدم بهدف كان المباراة ممكن تخلص بنتيجة مختلفة الحياة الانتر مبارح قدم مباراة عظيمة قياسا كمان بأنه ما كانش مرشح هو الاندردوك هو الناس ما كانتش أصلا مستنية منه أنه هو يفوز بالبطول الناس يعني دخل المباراة وتسعين في المائة خلاص من شاستر سيتي اللي هيكسب وعشرة في المائة الانتر الانتر عمل مباراة كبيرة جدا حياة سيميوني مدرب كبير هو مرشح بلاقي طبعا هو يمسك منتخب إيطاليا عمل فرقة كويسة الأداء الدفاعي المعتاد الإيطالي اللي احنا متعودين عليه مفيش سيتي بكل الهايلمان بتاعه مقدرش يصنع فرص كبيرة خصوصا مع إصابة دي براين الفرص كانت قليلة جدا حتى الهدف اللي سجل هي الكرة الوحيدة اللي كانت يمكن شكلت خطورة كبيرة على المرمى في معادة كرة هالند يعني هالند كان ليم فراد وضيعوا الكرة دي اللي هي اخترقوا بها منطقة الجزاء اللي هي بالشكل التقليدي جدا بتاع السيتي الكرة في الهاف سبيس ما بين المساحات بتاعة اللي بين الفول باك وبين السنتر باك وتعطت بالعرض رجعت الوراء حد دخل شاط كان فيها شوية دربكة حد دخل شاط رودري طبعا دخل شاط وجابه جول ورودري من اللعيبة اللي كانت مستبعدة في الفاينل اللي وصله قبل كده قدام منشستر سيتي قدام تشيلسي وانطقت جدا جوارديولا ساعتها ان هو استبعده قال فيه اوفر كوتشنج وبتاعه وعشان يعمل فكرة جديدة فاستبعد لعب مهم فالحيال هو ملاعبه المرة دي هو اللي كسبه المباراة انتر عمل مباراة عظيمة يمكن كان افضل في الملعب من منشستر سيتي لكن زي ما قلت في الاول كده سيتي كان يعني فاز مباراة لانه الحقيقة قدم موسم عظيم ومشواره كمان في البطولة خلينا كلمة المباراة بقى نفسها هل انتر مين انخسر عشان خاطر التكتيج يمكن من مداراة كان غلط لا مش غلط بس هو فيه فرق الحقيقة ما بين الفرقتين كبير وضخم جدا يعني كان واضح ولذلك الاداء اللي قدموا انبارح انتر كان مفاجأة كبيرة يعني جزء من تقيمنا انه هم قدموا مباراة كبيرة قوي انه هم الطرف الأضعف في المباراة واحنا دايما بنتعاطف مع الطرف الأضعف لكن يعني سيتي قدم مباراة يستاهل عليها برضو انه هو يفقوز كان مستحوز اغلب الوقت وقدر انه هو يمشي المباراة في السكة اللي هو عايزها الفرقة التانية او الانتر كان بيلعب على التحولات فرصه الحقيقة كانت كانت خطيرة لكن ما احسنوش استغلالها يعني المهاجمين سواء لوكاكو او مارتينيز تفننوا في انهم يهدروا فرص ودي محدش يقدر يلوم عليها جورديولا اللي يولام عليها لعيبة الانتر اللي يتعاملوا برعونة كبيرة قدام المرمى ففي الآخر اللي فاز انا بشوف انه هو اللي يستحق يعني طيب